السلام السلام يا أرواع وأجمل فراشات في هذا الدنيا قولكم نحبكم ونموت عليكم نورتي ونورتي قناتي قصص وحكاية نيناء 2 اليوم رح ننكمل القصة المراهقة والأربعيني ولا إلهام وفروزي إن شاء الله بركتا عجبكم القصة لبنات ودخلوا لي رأيكم في الكومنتر قبل من نبدأ الحكاية التانى ما تنسوش الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ الحكاية ودقوا الإلهام وليت نظرتنا لما تكزز هذا التالي ورميته وبقيت نخمم في حاضرته ساعة نحس التعامل أنني نتعامل مع طفل صغر وأنا عيما سيرت وملي يتم زواجنا ولا متعلق بيه بشكل غير طبيعي يحبني نهتم به غير هو ولازم نقابله وين يدور يلقاني يلو كان مندورش بيها والله نهتم به يزافعلي ويقول أنتي مهمتني متحبيني مثلا يكين كون أنا فلاشونبر يكون هو فلاشونبرو وأنا يلتحت ونطول عليه ساعة هكا يخرج يعيط وينك انتيا ونسيتيني وما كيش سامع بيه خلص وما تقول لي لي شراج ديو هكا أو كيش ما يحتاج وتحوس هكا غلع لسبابها تهر بي مني قاعدت نستنى نافيه حتى الوحدة هكا سمعت كيف يفتح الغارج ودخل الطاوموبيل روحت فتحت الباب القاني واقفة أبقى يشوف معايا رحت نجري عن دونات تعين كشت فيه وحظنته وهو هزني ودخلني للشونبرو أغلق الباب برجلي حبطني قلت له نحبك حاليا تهدر هذيك لقد قامل ما قال ويلو قربت عنده ونايا بستو هذي أول مرة مبادر أنايا دائمون هو اللي يبادر في الحبيش هذو رأيته فرح بزي بزي ومبعدها هزني أحم أحم فوتو هذي خير بعد هاكا وهاكا حظنته أنايا أول مرة حظنه دائموني حظني هو وبقد نعبله بشعره بعدها حتى دهن عيسنا ورقد بينما أنا كنت في العسل كانوا بنيت الحرام هذوك يحفروا لي صباحا لقيته وناضحة ورايح يخرج قلت له ورايح قال لي ويلية الفلانية راح نجيب دراهمي في نفس طريق دارنا قلت له اديني معك تولى دارنا كي تجي راجح جيبني معك قال لي غدوه ونديك دكاراني مديمعيا يا راجل قلت له مدديش روح وحدك قال لي لازم نديه لازم ما يروح معيا واحد على خاطران 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 طول ونجي في الليل ومنقدش نمشي وحدي هذا دراهم فللي قال لي هذي طريق يصرا فيها كولش قلت له خيم سلح ومرخص وكعت مسلح وين نروح نديه ولا حاولت بسيبها قبل قال لي راح الحال وانتي الطولي قلت لدقيق عبرك ولا غي ما نطول رحت نجري ناصلت وجهي والبسحي جاب فوق بيجاما وجبت خيماري وجيت نجري لا تليف ولا ولو قلقاني واقفة قدامه كالعسكري نظي يضحك خرج نهدرنا في الطريق ساعة وصلنا عند دار صاحبه انا هبطت ركبت من اللور وخرج صاحبه وروحنا هما يهضروا من قدام هكا يحكي وانا كره طفط موبيل شافني كره في المريا وزيد ما زال بها نوصل بسبب صاحبه هذا ولا ارمالي تليفون وكيتمان ركبت هما نيافه فيه وبقت نتفرج في اليوتيوب جوزت وقت هكا وصلنا اهبطت نهو قاعد قال لي كيرو وحبابك من كونترول وندخل فرد مرة استنيني هكا حتى تفتح علي ماما الباب استنيت حتى تفتح الباب القيت ولد عمي بوجرت معاه شافني هو اهبط يتأكد بلي ماما فما والله لا لا بوجرت معاوليد عمي هكا وسلم على ماما وراح دخلت عند ماما لقيتها ديجا ومجد الفطول تغد دي بكري لقيت ديجا لقيت يونقص من بعد انا قاعدة مع ماما حتى ترجع عندي هذي الوجا تالت اليد تاعي عندي بزيف مشرب تشد ولي ترحت تلقت نعلى الربعة قاتلي ماما راج لقيت نضي وانا نضي له قهوة نضي نضي لقيت هكا نعسي وشعري واقف وقفت تول الباب شايفني قال لي اروحي اروحي رحت لي هكا قاعد تقدم اجبد لي حتى يدي هكا انا حشمت من بابا وهو كي العادة ما يحشم من حتى واحد قال لي وش بيك باباتي بابا ولا يضحك ميت بالضحكية يقول لي باباتي قتله كليتي توجع في قال لي علامة كليتي شدوا قتله نسيته في الدار قال لي بحال انتيا كتكون براء مشي غير تنسي قتله وكن غير طول تقلي على قتله نعسي نحب نرقد قال لي رقدي في الطموبيل قتله نحب فريش سخون قال نضي يضحك المهم قاعد بابا معنا يشوف معا بصح ما فهم غالو ايشرب قهوة وصل لبابا قال لي اقعد بنتي قتله اوه دو نرجع قال لي والله غير حبك تقعد عندي حتى ما متحاول في ما رجعش وياليتني مرجعتش اتقل حسو بي واش رح يصرا في ودي مارينا هكا اهبط الكوسيلة ارقدتنا وصلنا للدرف تحت الباب رحت نجري قاعد تكمل ترقادي ما زلت بركنا حسين في الليل هبط نتعش وقصد المعين هذو شفت التيف وان عند بنت خوه قال لي لقيت ايصونية حسب تكشو واحد يعيض لك دخلت ما لقيت والو لقيت فوزي هكاف صال وقاعد يتفرج قاعد عليها بوجرتي عليها قطله هو لاح يده من قلش نخليه قطله دي جاء كنت نسلم عليه راه وليد عمي قال لي كن سلمتي كن راني ذبحتك قطله وانت على شكل دراك قال لي انت يا وياه ما زيد وش تبوجر علي بعض هك فاهم قطله هذا وليد عمي ماشي راجل غريب قال لي راني قطلك اخر مرة ومن اخر وليد عمك هذا ما يعجبني شوفت وليك ماشي تعوح يشوف البنت عمه ما عرفت شوقت هالحق يقراها وشوف كيف هي شوف فيها وصح هذا وليد عمي دي مون داني قبل من تزوج وما بغيت شناع لخاطر وليد عمي وانخاف تمشي هاد روع لجل أخاوتي يسمعوا يذبحوني وكان بيناتنا نظارات هكذا من بعيد برك كشفت وتقلق منه قلت اوكي وطلعت ورح يطلع هو اعصار ورايا طلعت لقيت فوني صوني لقيت هذا تفكر بالنسيت نقل الفوزي قلت يجي نقل له لقيت وبعث لي ميساج عمري على كوبي تي يا من قبيلة توحش قلت وقت شهرت نام حتى كوبي تقلي زاد هيا كوبي تسان يا ابعث لي ميساج حبيبي اعلا كوبي علي خلي نسمع صوتك ونرقد خلف وزي هكذا انا جمعت وجه تبدل قال لي وش بيك وجهك تخطف هكذا القاتل يفون في يدي قال لي بابا كش ما بيه ولا انا تعقنت ما عرفتش كيف نبدال ولا وش نقول من عند ربي المواقف هذو نخاف منه نعود نموت على بالي مزروب وما يفهمش وانا كيد احكم نخل نفش ضرب واحدة جينا حالتي يفون قرأ الميساج قال لي كون هذا قلت له واحد قال لي كيف واحد طب عني هكا طح ثان على الكوافز ظهري تقسم علي زوج صار من التليف ونلقاه راجل قال وي عمري عليك وبيتي علي انطق هكا يا كلب شكون هذي عمرك هذي ويكفر عليه شكون انت ما هترش هذك كامل قال نجيبك نجيبك كوب علي هكذا هذك ودار عندي قال لي شكون هذك زلت قتل ونا واحد وانا من الرعبة هذك نرجف عييت ننطق هكا كلما زيت طبعني هكا تحت في الارض نادرها كامل قدرش عييت ننطق ويلو هو بدأ يضرب فيها برجله جيت النوضة نحط يدي لها الزجاج للقوافز هذك دخلت فيها زجاجة جبلي واحد الكاب الخشين كان في الدرج وبدأ يضرب فيها يالكلب السيقطة تخوني في دارية وفي حضورية وكي دورت وجه نادر معه جاء قابل هذك في خدي عييت تناطي شو وحكمني مشاعري كركرني هبطني من الدرج حسيت بيدي كتر دقت هكا عظامي من محسيت بوجاعة هبطني تحت هكا خرج ليلة وحجوز لقوا حالتي حالة جيت ليلة تجري عندي حظ نطني وحجوز تجبت فيه تقول وش بيك وش كين في دقيقة هكا لقيت دار مليانة سليفي وشيخي مفهمت ش من خرج ظاهر كانوا هنا عند باب هم قال وش كين على هدرت فيها هكذا قال ولقيت هدار معه واحد ودخون في داري كلبة عشوار عساقطة قال وكيف هدار معه واحد اصبر خلينا نفهم وقال وش تفهم حكمت بيدي تخون فيها بالصح اللي تخون انا ما زال ما زادتش شفت وطلع الفوق يجري وهبط هكا في يد السلاح انا جمت هنا عرفت كي كان يقول تخون نخسر عليك رصاص كان يهدر الصح راح ولي خوت وحكم هكا هو يقول هم اطلقون يعليها انا كلبكي ما هذي يدخلني في دار يا قال الشيخ ليلة دخلوا حتى نفهم الحكاية دخلوا نينا للدار ضحى وانس وسكروا الباب هو يحب يكسر الباب ويدخل عندي انا عيد نستوعب ونراني واش صرا فيها في لحظة لقيت روحي هنا في دوامة وعرفتش انا ما عندي اش ظهر ولا جيح ولا غبية ولا نية بزيف صرا معي نفس الموقف قاتلي هجوستي احكي لي وش صرا معا من كنت تهدري قاتلي ليلة فاهمين قبل ما يدخل يقتلك قاتلي انت كنت تهدري معا قتل من هذك النهار في دار نا كما قلت مهترت الشمعة وكنت رح نقل الفوزي كما قلت لك بالصح دايما ننسى قاتلي بالك واحدة من ابنة عمك وهذا صاحبها تهدر معاه بتليفون تاع قلت لها لا لا ما تهدر بتليفون انا اذا هدرست عيط بالماسك حتى قاتلي ضحى وقيل حانين هذي بنت اخوها على خاطر شافتها لشي تحكي بتليفون بتليفون وشحل من خطر تهدر به مشي اول مرة قاتلي ليلة حتى انا شفتها وحسبت انت اللي عطيت لها هنا بيت ان نفهم الحكاية على خطر اول نهار عيط لي فيه كي جيت لدارنا وبحث لي ميصج باللي اليوم بنت شخلاص يعني حكيت معاه من قبل بنهار وكي جيت لدارنا وزيد شحل هكا من خطر نلقى تليفون في يدها رحت ليلة تجري هكا وانا تول الباب قالت الحانين انتي يما الفتا هدريب تليفون ها ولسق فيها وقال تلفوز شوف تليفون ها نحي هكا قال ها نحي الكود وهي ترجو سيرت وكي عد بابها واقف معا اشوف للحظة هكا توح جب تليفون يشوف القاه نفس نيميرو قال هشكون هذا وهي تبكي هكا قتل واحد قال هش هذا واش اسمه قتل موراد فكرت انك هكا قال لي موراد قال انتي يلي تهدري مع ولا اله قتل خاطيها قتل ايه اعطاها واحد الكفة كأعظمة خدود تكسره طاحت في الارض شايف مع اخو هكا قال وانتي بنتك ربيها وما نزيد نشوف ابنتك في داري داها يكركر في هكا وخارج دار لي شايف نها زاد تفاعل بزيادة نظي اعيد ويكسر واجدرت لكم حتى تحاوس تخلي لداري هكا وتكره واجدرت لكم ياخي تخاف من خيالها وما توصل حتى واحد ما خلا حتى حاجة البيبان هذو بكا كسرهم انا دخلت شفت روحي في المراية كيف كنت وكيف ها ولي توجه هي مين شايف بالدم ولي رأس هذو لحمورة وزرقة ياربي كمل علي وزاد ذريع هذك ورجلي طلعت على الروباء لقيت كامل روحي زرقة ماركت ماركت عبد بالليل كابل هذك عليهم غاضطني روحي وليت نبكي هذك على روحي اول مرة نحس بالشفقة على روحي صح عايشني في دليل صح خلص دليل هذا غالي وليت نهايت بالصوت ونظرو في روحي جاي يجري عندي هكا تصدم في حالتي جيت عندي ليلة حاوز تحكم هي غير قاسد في في ذراعي زدت نها خلاص راح نهبل وان فقد باللي يدي مكسورة شفت هكا عوجة بقيت نشوف معاها حتى وليت نشوف غرف الظلمة هذك افطنت لقيت روحي في السبيطر والسيروم معلق والشيخ وعجوز تياها تروها كم معايا طبيبكي شايفتني فقد هكا قاتلي الحمدلله لسلامتك بصح ركيمة عرضة للضرب وراح نكتب تقرير اهضرية وما تخافيش ما قلت ويل ونا حاولت معايا قاتلي من بعدان رجع لك وخاجت هكا قلي الشيخ الحمدلله لسلامتك بنتي وبيسني على رأسي بصح يا بنتي الغباء عنده حدود وانتي غباء تجاوز الحدود شكون هذي للي قلها رجلها معامل هادري تقول له واحد قلت له خفت هذي اللحظة قلي عليها تخافي ما قلت حتى حاجة هادري دافع الى روحك انتي هو سقسي فيك وانتي يا سيكتا زدت اكد له باللي الحكاية صحيحة العجوز من يوم يوم وهي نية وشايحة ظرت روحها وظرت راجلها هي راقد هنا ورجلها راقد في جهة الاخرى طلعت لولو طنسي اي دقيقة جه جلطة راه يقول ويهاود نيتها ظرت وظرت ني معها ضربتها كسرت قريب قتلتها يا بنتي وقت اشتفهم ودير يعقل واتفيقي معها روحك شوية قلت لك بركي من نيت تاعك هذي مع الناس الف مره وصيدك انا وليلا حذير يروحك منهم مديريش الثقة فيهم حتى هو مصي والله غير مرمي تيراج لك معاك من نيتك هذه وهذه المره مرتين وانت منعتي من الموت وهو يدخل الاسبيطان من وراك مرتين ثاني وانت يا وياه تمنع خطرة ثانت كيف قوليني برك هي تهدر وانا وظريت روحي وظريت نفسي مكنش انسان يحب يظر نفسه بصح بافعال لحس صحيح صح ينضر بها وانا قليل تحكم وما عرف ش خلص نتصرف وخاص تنك يحكم الخوف والخلعة نجمة في بلاستي وما عرف ش كيف نسلك روحي نبقى غيس يبطاء ونشوف هو كما اي رجل يحكم على مرث معي يطلها رجل واحد اخر ويقول لها عمري ويقرأ هذوك الميساج ويسقسي يا مرث وتقول واحد ويزد يسقسي تبقى سكتة وتأكد له شكوك واكيد مرحش يسكت جيت عندي الطبيبة وبقيت تحاول فيها انني ينقل ضربني ونقل الحقيقة وبقيت معي يكيك اخوتي ولا امساكتين وصح هما جبروني ينزوج به وهكذا هما بصح جبروني في جيل هادرت النس ونفضي حال اللي خليت يجبروني بصح انا شفوني هكا ما رحش يسكت اكيد ومش رح تفرق ورح يروح له ويتضرب وهو وخوتي اكيد ما رحش يسكت ورح تكبر الحكاية بزاف بزاف وساعتها يدخل عمومي ووحد يموت فيهم ووحد يباصي وبابا مسكين هو دجاح حال ثم تعجب خاصة منهار جبروني يتزوج به حاسي به طح من النص وما رحش يسمح رحول وكان يشوف نهاك يزيد علي الحال ماما كيف كيف من اول ما رحش راضي على زواجي مال تنامح بيتش رح للدار التاع وقلت رح مع لي خير ددني لي على خطر ولادها كامل يقرأ وابعاد وكان يخدم بعيد وليس قعدت مع لي خير وخطو كنا قاعدة عندها نلت على ستة على الشياك القيت عجوز يجد فت عندي وبقت تهدر انتي يغلطي هو غلط وخلاص فوتي الحكاية وهو راح مقلق ولو تنس وطالعت له راح تجيه جلط بسبب كنت قلت لها الهنا انا راح نوقف مع وليدك وتنتهي العلاقة بيننا نستنى رح يبركن براء ويروح مني هذو اللي يطرس ونروح للدار من يش حيب نروح ها قد على خاطر كنا يشوف حالتي خاوتي ما راح تبقى هنا راح تبقى براء الحكاية كثر وكثر وقولي لو يطلقني ما نحتاج منه لو قاتلي علاه يطلقك هو يحبك ونتي تحبي كون شوفتكم متوال مش مع بعض انا لولا خليه يطلقك قطلها شوف في حالتي هذي تع وحده يحبني قاتلي انتي وصلت يروح كله هنا وما تقول لي لم يحبك دارت عند ليلى قتلها انا اللي عايش معاهم وشوفتوا كيف يحبها ويدللها ومتعلق بها وميخليها حتى تبت في دارهم لو كان يصيب متبعدش على دقيقة ومتبعدش على عينيه وجيت قول لي لي ما يحبك قاتلي ليلى قاع شوف كيف يحبك ويدللك ومهم ابقعت معايا كا وتحويل فيها قلت لها لالا حاب نطلقت لي الله يهديك ويهدي سلكم هذا ما كان وخرجت جابت لي ليلة لعش تحويل وبقيت نخمم ساعة اللوم في روحي انا اللي غلط ساعة نكره ونحقد عليه بقيت حتى الفجر ورقت من هذك النهار جاب عشرين يوم ما شفت شخليخت خلاص نسمع وبرك يجي انا نغلق البيب انخاف يفوت عندي بدأوا يتراس هذك يروحوا عني بقوا غير بتاع ظهري و التحت شوية ما زال وقت الهصر جيت العجوز والشيخ نفس الهادرة وخلاص ورجعي انتين اللي غلطي هو غلط وراجل عياء وتعب من ورات موضي ترجعي معنا واحترمي قتلهم جيتوا قتل العجوز ما كان حتى مشاكل بناتكم انت يلي رك توصلي في روحك نظاري نشوفك انت يلي في المشاكل هو يساعد فيك ويفوت ويقول ما زال صغيرة وما تعرف اصلاحها غير بها تعيش ويهانين يا بنتي مالك انتين تخلي في دارك هكا على جيلهم وهم دي جايح ويخل دارك ودار وليدي وما خاطرهم انت ارجع لي ويجيب اقدم وفاهم معه قتل همان الجاش ملق وما يهضروا معي او راح وخلي وني كرع وخلاص